هكذا تبدو قرية المحزم في محافظة صلاح الدين وكأنها هاربة من الزمن الماضي فلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات رغم المطالبات العديدة والمتكررة مما تبقى من أهلها أولاً كهرباء لا يوجد عندنا في المحزم أثنين محاولات ماك وأسلاك تعبونا جداً حاجة يعني تعبونا فول أطلع أربعة نطالب في قريةنا المحزم عن البساتين البساتين لا يوجد بياب يار ولا ماء ولا أسلاك كهربائية فنطالب من المسؤولين ومن محافظة صلاح الدين أن يقدمون هذه الأشياء بقريةنا المحزم القرية التي يقطنها عشرة ألاف نسمة تعاني أيضاً من غياب الطرق المعبدة ما يزيد من معاناة الأهالي ومعاناة أطفالهم خصوصاً مع دخول فصل الشتاء نطالبكم بالتبليد قرية المحزم قالت المحزم الكل يعلم أنتم مسؤولين ما إجا المقاول تنفيذ مباشر اسمه مقاول بمعنى أنه إجا وفق تندر هذا التندر حقيقة أكو تندر بسقف زمني السقف الزمني أكيد ست شهر أو إلى سنة نحن من 2020 واليون دخلنا 22 وراح ندخل 23 معاناة أخرى تواجه أهالي القرية فإلى الآن لم تقدم لهم الجهات الحكومية أن يتعويض عن بيوتهم التي تهدمت بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش أنا بيأتي يتفجر بقرية المحزم سنة 2014 والحد لا ممستلم التعويض في 2019 كملت المعاملة وراحت البغداد رجعت في 2022 على مود ورقة ما وكهرباء نحن في 2019 لا لدينا لا أسلاك ومي خلف الله عليهم يجيبونا المي قطاع الصحة والقطاع التعليمي قصة معاناة أخرى يعيشها سكان القرية ويطالبون الجهة المسؤولة بالاهتمام بهذه القطاعات نحتاج إلى توسعة بالمدارس يعني هسا عدنا أحد المدارس الموجودة يمنى بالقرية يعني فتحوا فتحوا يعني حتى الممرات فتحوها سووها صفوف يعني قامت متاخل صار عدنا زخم تدريق بال جديد وعام دراسي جديد عدنا المستوصف الصحي صار سنتين الناشد أريد توسعة مثلا بالنسبة أريد خلنا نقول قسم إشاعة أو أريد سيارة إسعاف مرات الصادف عدنا حالة مرضية مثلا منتصف الليل يعني شوية تصعب على المواطن المريض أن يصل المستشفى بداخل المدينة قرية المحزم شأنها شأن آلاف القرى والمدن العراقية التي أحالها الفساد الحكومي والحروب المستمرة ضد ما يسمى الإرهاب إلى خرائب وأطلال شبه مهجورة من أهلها